مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله تبقى المملكي يوم الأحد تحت تأثير بقايا الكتل الهوائي الباردي لكن اعتباراً من يوم الاثنين سيبدأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة مشاهدينا فاصل ونواصل اشتركوا في القناة يوم الأحد تبقى المملكي تحت تأثير بقايا الكتل الهوائية الباردة نسبياً والرطبي وبالتالي تبقى الأجواء باردة نسبياً أثناء النهار وباردة ليلاً وأيضاً تكون درجات الحرارة أقل من معدلاتها بشكل واضح وأيضاً في المناطق الشمالية وبعض المناطق الوسطى تكون الأجواء غائمة جزئياً بشكل عام وباردة نسبياً وفي فرصة حتى ساعات الظهيرة لسقوط بعض الأمطار المتفرقة والمحلية بإذن الله وبالتالي فالدرجات الحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية عشرين والصغرة أحداش المرتفعات الوسطى خمستاش العظمى والصغرة تسعة المرتفعات الجنوبية 13 إلى 8 وأيضاً المناطق الجنوبية الشرقية 18 إلى 9 الأغوار تقريباً 28 إلى 18 درجة مئوية هذه منطقة الأغوار والبحر الميت أيضاً العقبة أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل 27 إلى 18 والمنطقة الشرقية أو البادية الشرقية 22 إلى 10 درجات مئوية يوم الاثنين تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي لكن تبقى يوم الاثنين أقل من معدلاتها بتكون الأجواء لطيفة بالنهار لكنها تميل إلى البرود ليلاً في المناطق الشمالية 23-11 المرتفعات الوسطى 18-11 والمرتفعات الجنوبية 16 إلى 10 درجات مئوية الأغوار والبحر الميت 31 إلى 20 معتدلة بالنهار لطيفة بالليل وخليج العقبة أيضاً معتدلة نهاراً لطيفة ليلاً 30 إلى 20 درجة مئوية البادية الجنوبية الشرقية 22 إلى 12 والبادية الشرقية 23 إلى 12 درجة مئوية يوم الثلاثة توالي درجات الحرارة ارتفاعها بحيث تكون الأجواء لطيفة بالنهار ومشمسة وربيعية لطيفة بشكل عام لكنها تميل إلى البرود بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر المرتفعات الشمالية العظمى المتوقعة 26 والصغرى 13 المرتفعات الوسطى 22-13 المرتفعات الجنوبية 19-12 الأغوار البحر الميت 32 إلى 22 درجة مئوية معتدلة نهاراً لطيفة ليلاً وكذلك العقبة معتدلة نهاراً لطيفة ليلاً 32 إلى 21 البادية الجنوبية الشرقية 25 إلى 14 والبادية الشرقية 28 إلى 15 درجة مئوية يوم الأربعاء يطرأ ارتفاع إضافي آخر على درجات الحرارة تصبح درجات الحرارة قريبة من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة أجواء معتدلة بالنهار ربيعية معتدلة مشمسة نهاراً وأيضاً لطيفة ليلاً في المناطق الشمالية 29-17 المرتفعات الوسطى 25-17 وأيضاً المرتفعات الجنوبية 22 إلى 15 الأغوار والبحر الميت أجواء حارة نسبياً بالنهار معتدلة ليلاً بحدود 35 إلى 24 درجة مئوية كذلك العقبة حارة نسبياً نهاراً معتدلة ليلاً 35 إلى 24 البادية الجنوبية الشرقية 28 إلى 15 وكذلك البادية الشرقية 29 إلى 17 درجة مئوية يوم الخميس القادم أيضاً ارتفاع توالي درجات الحرارة ارتفاعها والمناطق الشمالية 34 إلى 24 والمرتفعات الوسطى 30-22 المرتفعات الجنوبية 28 إلى 20 والأغوار أجواء حارة بشكل عام حوالي 39 إلى 28 درجة مئوية والبادية الجنوبية الشرقية 32-19 والبادية الشرقية 32-21 إذن يوم الخميس الأجواء تقريباً حارة ودرجات الحرارة حارة نسبياً ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها أيضاً بشكل واضح تستمر هذه الوضعية الأجواء حارة نسبياً إلى حارة في النهار وأيضاً دافئة إلى حارة نسبياً ليلاً في معظم مناطق المملكة يومي الخميس والجمعة وبالتالي يوم الجمعة بتكون تظهر بعض السحب العالية والمتوسطة والحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 34 والصغرى 18 المناطق الوسطى 30-17 والمناطق المرتفعات الجنوبية 28-13 والأغوار والبحر الميت بحدود 39 إلى 25 درجة أجواء حارة نسبياً إلى حارة وخليج العقبة أجواء حارة 40 إلى 24 والبادية الجنوبية الشرقية 32 إلى 16 والبادية الشرقية 36 إلى 20 درجة مئوية إذن بعد يوم الأحد إن شاء الله في ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة الاثنين والثلاثة والأربعة أجواء معتدلة في النهار رطيفة بالليل لكن الخميس والجمعة أجواء حارة نسبياً إلى حارة بشكل عام نتمنى لجميع أوقات سعيدة ولكم أجمل تحية مني ومن طقس العرب النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن الباطون الرغوي للعزد الحراري من آريم لفارج باطون الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري